نساء وأطفال وشيوخ عراقيون نازحون في بلدهم يمنعون من العودة إلى منازلهم يعيشون معاناة التهجير والاحتجاز منذ سنين في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى سبل الحياة الكريمة حين تزورهم لا تصدق أنهم يعيشون في العراق وتصعق كتساؤلات أطفالهم هذول الجهال شنذرهم ما شفوا من ما شفوا أبوهم هم كانوا بلق شهرين ومن راح أبوهم تمنون كل عيد تمنونه ويشوفون أبوهم هاي الأطفال عنده أب يعني شوفوا يضحكوا يا يعني هذول الجهال المنقودين أبوهم منقود يعني ما يقدرون يضحكون من يجل عيد يقومون يبتون ويعني فقع عشر أطفال ماتوا يعني هنا شنحانا يعني أنا من اسمائلي عمي ما انفقت يعني ما يقول وراء ثلاث عشر وراء ثلاث عشر طفل ومن عدل ولد الكبارة تزواجة يعني ما يقدرون يقولون هالأحاط الأطفال ما يقدرون يقول هاي وين راح أهلهم ما يقدرون دورون عليهم بس قاعدين هناك وقاعدين عن كراسي وها هي متمديدين ومتاحين ما يقولون إحنا ذولا ذابينهم بل ما خيامتش لا بصار بحالهم ما يقدرون يقولون شيء النازحون يعيشون في هذه الخيام المتهالكة التي لا تحميهم من حر الصيف ولا برد الشتاء دون أي خدمات تذكر مات بعضهم لسوء التغذية وعجزهم عن توفير العلاج في بلد يفيض بالثروات وتنعم حكوماته وأحزابه بميزانيات مليارية أي مريض يتمرض ما نقدر نوديه للطبيب يعني من جلة المادة المادة ما عندنا نودي مريض والشديد من الأطفال ما ماتت ما نقدر نوديهم للطبيب لأن أنا هسا عندي مريض أصابته جلطة ما عندي مادة يوديه وانتهى هسا ما ينقوم ولا يمشي زينا إحنا لما نحاطينا بهذا المخيام غير تنظرون بحالنا مع تلك السنوات الطويلة من المعاناة وعدم الأمان وتدهر الوضع الصحي والمعاشي إلى أن ثمة آلاما أخرى تقلق النازحين وتدمي قلوبهم تكمن في عدم معرفة مصير أبنائهم الذين غيبتهم الميليشيات أثناء تهجيرهم فهم في شوق وترقب وقلق دائم فقد تبليدي وما عندي مصير وان ما وان وهذه عيوني عمل من البوات عندي هو وروحي هو ودنياتي هو وروحي زيان علي ما عندي غير الله وحد يظل عندي السياسيون يعيشون في عالم آخر بعيدون عن أجواء مخيمات النازحين وعن عيونهم التي تحدثك عن قصص ومعاناة النزوح وعن غربتهم في وطنهم ترجمة نانسي قنقر